حفر تلو الأخرى ما تبقى من أجساد تحت تراب ترهونة يأبى إلا الظهورة لتجديد إحياء ملف ملطخ بالدماء كثرت التقارير عن طرق التعرف على الضحايا وعن المتهمين دون أي إجراء لمعاقبتهم مقبرة جديدة تم الكشف عنها لتضاف إلى عدد مقابر لا يريد أن يتوقف اتضح لهيئة البحث والتعرف عن المفقودين بعد يوم كامل من البحث أنها مقبرة فردية وأوضحت أن فرقها استخرجت جثة الضحية مجهولة الهوية بعد بلاغ من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة إثر اعترافات أحد المقبوض عليهم حتى الآن غياب معاقبة المسؤولين هل يعني عدم وجود متهمين رئيسيين؟ تقارير بعثة تقصي الحقائق المتلاحقة تؤكد أن المتهمين لا يخرجون عن دائرة واحدة ميليشيا الكاني التي قاتلت إلى جانب خليفة حفتر والقوات المساندة لها تحدث تقريرها الأخير الصادر في مطلع يونيون الماضي عن ارتكاب هذه الميليشيات جرائم ضد الإنسانية كالإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والإخفاء القسري ضد سكان ترهون منذ 2020 أي إبان حرب حفتر على العاصمة البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لا تملك إلا التوصيات دون إجراءات اكتفت بالدعوة إلى إنهاء الإفلات من العقاب وطالبت بإنشاء محكمة خاصة لجرائم ترهونة ما عجزت عنه المحاكم المحلية والدولية أثبت بحكم قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية لجرائم اقترفها بين عامي 2016 و2017 أصدرت محكمة ولاية فرجينيا حكما يدين حفتر بإشرافه على قصف وقتل العشرات ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء على الرغم من مدنية الدعوة وانحصارها في تعويض الضحايا غير أن خبراء قانون يؤكدون إمكانية استخدام هذا الحكم كدليل للتجريم في المحاكم الدولية والمحلية في يوم المقبرة الجديدة في أرض المقابر المتهم المعروف ضمنا يظهر صورة للحديث عن ضالته السلطة والحكم نأى الرجل بنفسه عن الصراعات السياسية وقال إنه سيضع حدا لها لكن ماذا عن حروب ما بعد 2014 وماذا عن حرب إبريل التي أراد بها سحق ترابلس وحكمها بجنود من خارج ليبيا يصر الرجل حتى الآن على وضع نفسه فاعلا في كل المعادلات لحكم البلاد تحالفاته مع حكومات ومحاولة السيطرة على وزارات توصف بأنها مفاصل الدولة البؤس الحقيقي هو ارتفاع أعداد ضحايا مجهولين لأهالي باحثين عن هوية أبنائهم دون محاسبة مسؤول مكانه غير مجهول تراجيديا ملف ترهونة وجرائم الحرب في كل مناطق ليبيا ستكسر يوما بلا شك فانتازيا الرغبة بالحكم والسلطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة